هل نقصان بعض الأظافر بالنسبة للطائر يؤثر على عملية التزاوج وعلى عملية اللقاح؟ يجب أن نفرق بين الأصابع وبين الأظافر أهلا وسهلا بكم على قناتكم الحياة عجائب نتكلم اليوم عن قص الأظافر وعن نقصان بعض الأصابع وهل تؤثر على عملية التزاوج واللقاح؟ لا شك أن نقصان بعض الأصابع من أرجل الطائر يؤثر على عملية التزاوج واللقاح ولا يمكن الأنثى من القبض على المجثم عندما يعتليها الذكر ويقوم بعملية اللقاح فقد تسقط الأنثى لأنها التي تتمكن من خلالها من القبض على الخشب كذلك الذكر الذي فقد أصابعه أو المعاق والذي به إعاقة في رجليه لن يتمكن ذلك الذكر من إتمام عملية التزاوج واللقاح هذا وإن فقد الذكر أصبعا من أصابعه فهذا لن يؤثر على عملية التزاوج أما إذا فقد كثيرا من أصابعه فهذا لن يمكنه من إتمام عملية اللقاح هذا إذا كان قد فقد جميع أصابعه ولكن إذا كان الذكر قد فقد أصبعا واحدا فهذا لن يؤثر مطلقا على عملية التزاوج واللقاح لكن يجب عليك عند شرائك للبهبغاوات أن تنظر إلى أصابع الطائر وتتأكد أن أصابعه كلها كاملة أما عن الأظافر فيجب أن ننتبه إلى أن الأظافر تمكن الأنثى من الوقوف جيدا وتمكنها من قوة القبض على المجثم وعلى الخشبة حتى تستطيع الأنثى تحمل الذكر وإتمام عملية اللقاح بنجاح من العوائق التي تحول بين عملية التزاوج واللقاح الأظافر الطويلة تجرح الأنثى وتجعلها تتأذى كثيرا من الذكر ولذلك ترفض الأنثى عملية التزاوج واللقاح على المربي أن يقوم بتقليم أو بقص أظافر الطائر حتى لا تتأذى الأنثى كما نرى في الصورة نستطيع أن نفعل هذه العملية بأخذ جزء بسيط جدا جدا وكما تلاحظون بأن هذا البابغاء ليست أظافره طويلة يعني إلى حد كبير فأظافره معقولة أظافر متوسطة ولكننا سنقوم بأخذ جزء بسيط جدا جدا ويجب أن تحذر عندما تقوم بتقصير أظافر الطائر احذر حتى لا تعرض الطائر للنزيف وهذا الكلام موجه لجميع أنواع العصافير والبابغوات بجميع أصنافها وأشكالها كما نلاحظ في الصورة يجب ألا تصل إلى الأوعية الدموية بقص جزء بسيط جدا كما نرى في هذه الصورة ولا تزد حتى لا تعرض الطائر للنزيف ولكن ماذا إذا تجاوزنا ووصلنا إلى الأوعية الدموية إذا تجاوزنا في عملية القص فإن هذا يؤدي إلى النزيف لكن لا تقلق فلا داعي للقلق فسوف نقوم بتجربة ذلك لن يحدث للطائر أي مكروة كل ما عليك أن تقوم بوضع رجل الطائر التي تنزف في وعاء من الماء حتى يتوقف الدم عن النزيف أو أن تضع على رجله قليلا من الكحل حتى لو انخلع الظافر بأكمله فلن يموت الطائر كل ما في الأمر أنه سينزف لفترة معينة وما عليك إلا أن تضع رجل الطائر في الماء وأن تقوم بوضع الكحل لتطهير الجرح فحسب لكن حتى لو لم تقم بذلك فإن الطائر سيتوقف عن النزيف ولن يحدث له مكروه ولضمان عدم حدوث أي مشكلة فيجب عليك أن تأخذ الجزء البسيطة الأكثر حدة كما هو في الصورة لا تتجاوز هذا القدر من الأظافر قص قدرا بسيطا فقط وذلك لضمان أن الذكر عندما يقوم باعتلاء الأنثى لعملية التزاوج لن تتأذى الأنثى من أظافره الحادة كذلك من الأسباب التي تحول بين عملية التزاوج واللقاح ألا وهي الريش الموجود في فتحة الذكر أو الأنثى فيجب عليك في موسم التزاوج قص هذا الريش الموجود حول فتحة إخراج عند الذكر والأنثى وذلك لضمان إمام عملية التزاوج واللقاح وأن لا يحول بين وصول الحيوانات المنوية ذلك الريش الكثيف فبإمكاننا أن نقوم بقصه أو أن نقوم بنتف هذا الريش عن فتحة الإخراج فبعض الطيور يكون الريش عندها كثيفا جدا عند فتحة الإخراج وهذا ما يكون حائلا وسببا من أسباب البيض غير المخصب هذا الريش الكثيف الذي يكون عند فتحة الإخراج عند الذكر أو الأنثى قم بذلك العمل مع جميع أنواع الباب غوات والعصافير التي يحدث عندها بيض فارغ وبيض غير مخصب الطيور التي بها إعاقة في رجلها أو في أصابعها والتي تكون منحرفة ولا يستطيع الذكر أن يقف جيدا فهذه الطيور عليك أن تقوم باستبعادها وأن تتخلص منها لأن هذه الطيور بنسبة ثمانين أو تسعين بالمئة سيخرج بيضها غير مخصب وفي نهاية هذا الفيديو نرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا بكل ما قدمناه لكم من معلومات سنسعد باشتراكك وتعليقك وإعجابك بهذا الفيديو أترك سؤالك في التعليقات وسوف نقوم بالرد عليه في أسرع وقت ممكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم